وقلتها وأعيدها وما زلت أكررها سواء لأنصار حزب الله أو لخصومه لو كان سيدنا الحسين حيا هل كان سيقف مع بشار الأسد أم مع أولئك المستضعفين من النساء والرجال والولدان الذين أرادوا أن يعيشوا أحرار في غطانهم وأن لا يكونوا تحت الاستعباد الطائفي النصيري الذي يحكم به بشار للأسف هنا كانت خطيئة ولا أقول خطأ حزب الله نتوقف هنا أنا عارف أن هذا لا يقبله أنصار حزب الله ويعتبر أنه بشار مقاوم سترون بشار هذا بشار هذا يأما بعدوه يجيب واحد بديل منه من نفس الطائفة ومن نفس المجموعة إلى آخره يأما هو يكون أبشع من السيسي في خدمة إسرائيل الشام عنده لا دين ولا ملة ولا عقيدة ولا إيديولوجيا ولا شيء على خلاف نصر الله وعلى خلاف الإيرانيين اللي عندهم على الأقل على مستوى الأدبيات وأيضا أثبتوها مثلا كما نصر الله أثبتها في حروبه لما كان في لبنان وكان عليها توافق كان عليها توافق داخل لبنان وكان عليها توافق المسلمين عموما خارج لبنان أنه كان يدافع على أرضه لكن في سوريا لا لم يبقى التوافق إلا في حدود ضيقة جدا وفي الغالب داخل الطائفة الشيعية أو القريبين منها لكن الآخرين رأوا أن ما قام بحزب الله في سوريا كان بشعات لا داعي لها وكانت بشعات فضيعة جدا فحزب الله في الحقيقة بدأ الضرب انتاعه يوم أخطأ الطريق وذهب يدافع عن أحد أجسر من المجرمين بشار الأسد ترجمة نانسي قنقر